انا والله مش عايزة اناكد عليكم بس فعلا في حاجات ما ينفعش تتفوت عشان الاهالي تاخد بالها لو سمحتوا لو سمحتوا ارواح الناس مش لعبة وارواح ولادكو على فكرة ان الولد برضو ممكن يتقذي فلو سمحتوا تخلي بالكم موضوع ده مفعش اي شطارة خالص تكلم بقى في حاجة مفرحة شو هي مش مفرحة قوي بس يعني ايه طبعا انا هقول اسم المطعم ده لانه مش محتاج دعاية خالص كبد الفلاح وهي من معالم اسكندرية اللي كنا كل شوية انا والكرون روح ناكل كبد الفلاح كبد الفلاح ليه بقى عشان احنا كل مشتغل المتأخر قوي وهو كان الوحيد اللي بيعد للفاجر فانكت اقول لهم لأ اكل من العربية ازاي طب انتو عارفين الناس غسل قديم ولا لأ انا مش عارفة ايه بتاع لانا من النوع اللي يعني يعني عشان بطبخ فعارفة ان الواحد اللي بقى نظيف قوي وهو بيطبخ فمش باكل اي حاجة يعني من الشارع بس بصراحة كنت ببقى جعانة فبطر اكل مش بطر اكل عشان هو وحش لا انا بطر اكل يعني طبع شخصيتي يعني لكن حبيته جدا بقى بعد كده وبقى ادمان ان احنا نروح ناكل كبده من الفلاح وناكل ايس كريم من ايه من عزة صح ومش عارفة لازم اكل دورة وانا ماشي يعني اسكندرية ليها كده طقوس ده غير طبعا السمكو جمباريو بتاع بس لما سمكو جمباريو ده منبقى قبضين يعني اه فبحكوا فما باينش ناكل سمكو المهم يعني ففجئنا بخبر الاسوال فات ان كبده الفلاح افلوها عشان بيبيع اكل حمير بيبيع كبدة حمير مش قادر اقول لكم بقى انا والكرو احساسنا يعني بقى لنا ايه بقى لنا عوالي 11 سنة بناكل الكبدة دي واسكندرية كأكلت منها رقات قلت لهم لا قالوا ايه تصدقى الفلاح فتح قلت لهم ايه ونحنا بقى في اسكندرية اخر مرة قلت لهم فتح ازاي ومش بيبيع كبدة حمير وقفلوه ازاي يعني فتح روحنا نشوف ازاي فتح تعاوا نشوف اشتركوا في القناة كتير يقول لك محلة قفل عشان لحمة فزدة محلة قفل عشان بيبيع لحمة حمير وبعدين المحل ده يفتح فتلاقيه بقدرة قادر كده ورينا يا محمد الناس قد ايه ترابيزات مليانة ورينا قد ايه ترابيزات مليانة هنا كده كل الزباين والناس دي بالطوابير على الفلاح انا بصراحة كل مرة يحصل كده اسكت الاول مرة عايز اسأله ايه لكل شوية الفلاح قفل عشان ده مش اعلان على فكرة ده انا عايز اعرف يعني ايه محل يتقفل عشان لحمة حمير او اللحمة فزدة ويرجع يفتح عادي والناس بقى بتاكل فيه عادي ويبقى مش بتاكل عادي يبقى زحمة جدا 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 يعني هتلاقينا على قطة كده الناس قد ايه كتير قوي 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 معروفة ان محلات الكبدة الناس طبعا بتلجأ لها اولا عشان الصندويتش اه فلوسه معقولة سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته كنا اسكندرية قلنا ما ينفعش ما نعديش عليك لو احنا تحت امرك انا زباينك من لا انا عارف والله تحت امرك انا عايزك تطمن الناس اولا محلات الفلاح اللي بتفتح في كل حتة دي طبعك لا ولا محل في الجمهورية طبعيا كل دول انا رفع عليهم اواضي يقول لك الحمد لله في الشيخ زيد بقى في الفلاحة مشرفة بينا واللي انا واللي مشارق اسمي يرفع عضية على اللي انا بقوله لانه هو حق الناس الفرع الوحيدة في اسكندرية تاني انا واخويا في العطارين انه مفروع تانية مفيش وبعدين دي شهادة بينهم انه مفيش حد بتاع كبدة في الدنيا اللي انا بقى كلهم يفتحب ايبان فيش اللي انا يقول لك الفلاح فتح في القاهرة وفتح في جوزة في كل حتة باتحيني الفلاح ميشين وردوا عليهم اواضي ولو فيه من الناس منهم اللي الجلسة بتاعتهم بالشهر ايضا انا شو والاشعاب بتاعت ده تقفل عشان لحمة حمير تقفل عشان لحمة فازدة او بص يا ابو حضرتك اللي اوما قالوا كبدة حمير وكبدة فازدة والكلام ده وقت المحال اتقفل فعلا اتقفل فعلا اتقفل فعلا اسبوع لاني كان جاني السيد الرئيس الحي قبل مناب حوالي عشر ايام ولجأ على لق عندي زحمة وما كانش فيه اجراءات حترازية بتاعت تباعد والحاجات فحذرني جاء مرة تانية بعد مناب عشر ايام لقى اني معرفتش السيطرة على الموت على الزحمة او معرفتش السيطرة فحقه جاء افل فهم عدويني بقى استغلوا ان المحلة افل راحوا مطلعين دعاية ان انا لقوا عندي كبدة حمير بقولك ايه ماش محوقة برضو لا يقالوا لحبة الحمير والدنيا زحمة برضو اصلا مفيش كبدة حمير هو فيه كبدة حمير اكيد الحمار عنده كبد لا ماشي بس مش موجودة وهي فين اصلا يجبوني جبدة حمير وانا كلها مفيش ولا بميت ولا بألف جني موجود كبدة الحمير هو من قلة الكابدة الامريكانية عشان يجيبوا كبدة حمير بعدين اني جيت لك على سهوة وقلت لك انا عايز ادخل المطبخ دخلتيني اه طبعا انا قلت والله وانا بره قلتولهم مش هيرضع ممكن يبقى المطبخ مش ننزيف مثلا فدخلنا المطبخ بتيجي معانا نروح المطبخ كده بص السقة قالك يلا بينا والله ما قالينه ان احنا جايين بيعملوا ايه بقى هنا هنا قليات هنا بقى مطبخ اللي هو كله تصاد كلها تصاد قليات ودي الرجالة كلها ملتزمة بالكمامات والجراءات الاحترازية والحمد لله ما هي مرة يعني مرة انا اتقرزك منها فانا يعني الحمد ده العيش ده انت مشهور ده العيش ده من الفران اللي انا كنت بتعمل معه جده من خمسين سنة من اونا صغير انت بتغيت بعربية صح؟ ده 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 انا لو اعرف من حضرتك جاية كنت جبتلك صور ابويا وصور العربية يعني ابوكو ايه في عربية وبعدين ايه اللي حصل لا ده ابويا في عربية بصي انا حضرتك انا ابويا موليد تسعتاشر جا من الفلاحين عنده عشر سنين ولا احتاشر سنة ما شاء الله بيبقى فيه واحد طالب خمسين سندواتش ده ما شاء الله ده خمسين سندواتش انا بص ده نحمد احنا بنطلب مئة سندواتش ربنا علي سبحانه وتعالى ده كرم من الله الجديد اللي بيكلها مش بيشبع ده بيجوع ده من عند الله والله ده حقي ده امانة والله وبعدين يعمل بتعكب ده ما قريب بتعكب طب اعيز اطبخ اعيز اطبخ اعيز اطبخ مواريني نعم انا بقى ما اكيب ضحنة من بتاعتك على فكرة صحي الله بينا وبعدين بقية صفيها من الزبدة دي و تحطها في السندواتش ازاي يعني هتلاينا سندواتش كده عامل هول مش هاكل دلوقت يعني هاكلوا والله ده لا باكل خمسين واحد عشان مش هشيرك كمامة بس عايزك تنكيلي حكاية العربية عشان عايزة عايزة دي بس امل للناس انك ممكن تبتدي صغير قوي وتكبر قوي انا لو كنت عارف نفسي ان انا عكبر دلوقتي انا كنت صورت الزكرياتي انما كنتش عارف ان ربنا هنعم عليك جدا ما كنتش هنعرف بس انما موجودة الصور بتاعت والدي وموجودة هنا بالعربية بس لو عارف ان حضرتك جاية كنت حطرتها وقلي بقى عن نظافة بيخسلوا قديهم بي لا طبعا 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 تخسلوا قديهم اه طبعا دي اللي ما بتتلعش من الكبدة اصلا يعني احنا عارف نشر ساعة بينا في الكبدة ما بيش حد بيطلع بر المحب طب قلي بقى ابوك عمل جي هنا وهو عنده عشر سنين عشر عنده عشر سنين يعني جا تقريبا سنة تلاتين هنا كان جا عند جوس خلطه اللي هو جدي ابو امي اخده احداظنه شغله معا في الكبدة فجدي رح مجوزه بيته واعلمه الكبدة واللي علم ابوها الكبدة امي لاني ابوها بتاع الكبدة اه مع كل بتاع الكبدة اللي في الجمهورية القدام قريبي احنا كلنا بلد واحدة ما فيش حد بيطلع انت منين اصلا طي الجيم انت انت هو عنده عشر سنين ويفعل عربيت كبدة عربيت كبدة مع سيدي وانت ورح مجوزه بيته وانت ورست العربية دي لا والعربية ده كنت انا وابويا بنشتغلوا عليها واخواتي يعني انت كنت على العربية كنت على العربية مع ابويا العربية دي بقت المحل الفاضيه ده ازاي اه العربية من الضمير بقى نعمة ربنا بقى من الضمير هو علمني علمني كلمة جميلة قوي قال لي لو انت ما بتاكلش منها بتاكل من وراها حلوة قوي دي جمدة قوي دي لو ما بتاكلش منها بتاكل من وراها في كل الحالات بناكل منها فانا لما كنتش انت تبقى حلال يعني ماينفعش وبعدين انا عندي بنوطة واحدة لما كنتش نراعي ربنا فيها ربنا طب اقول لي حضرتك على حاجة لو في النعمة اللياني فيها دي لو انا ما استهلهاش عند ربنا كان عطاهلي مش ممكن لا انا لما ممكن لما اجيب كبدة وتطلع مش حلوة ما برجعش للتاجر لان التاجر ممكن نبيحها انا ارميها عشان هو ما بيعاش يعني كم سنة بعد العربية وبقى محل بعد كم سنة انا يعني او ابويا اشتغل تقريبا في با هو عنده 20 سنة يعني ما هو يعني سنة اربعين ابويا اشتغل بالعربية انا فتحت المحل ده سنة 90 من 31 سنة لان انا بالموقع دي شاب عندي 30 سنة 32 سنة كان عندي قاعدت تشتغل على العربية كم سنة لغاية تعمل انا تشتغل على العربية انا من سبع سنين لغاية 32 سنة من سبع سنين 32 سنة عملت المحل اه من اللي هو الزغنان ده اللي هو 2 متر في 2 متر وانت عندك كم سنة انا عندي 63 سنة واصغر من خواتي اصغر واحد يعني هو ابتدى يشتغل على العربية هو عنده سبع سنين وبعدين هو عنده 32 سنة يعني قاعد يشتغل 23 سنة لغاية معابل المحل الصغير بالعربية 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 23 سنة بعدين بعد كده المحل 30 سنة بقى او كده ايوه من 31 سنة يعني مخدتاش بسرعة برضو بس حققت في الاسم ما هو اللي طالعين دلوقتي عايزيني اخدوها بسرعة على اسمي فاينزوله بسرعة اقول لي حضرتك على حاجة انا وانا صغير اه كان ابويا يبعتني اشتري البهارات اللي بيحطها عليها بروح مرجعني بيها تاني ايه بقى بيدقها ما بتعجبوش يقول لي روح قوله بيقولك ابويا دي فيها عيد كزا بجد اه والله طبعا وانت بتعمل زي طبعا ما ليه اللي موجدين بقى اللي تلعين بقى بيكتبو اسميه ما عارفوش الكلام ما عارفوه والرغيف ده انت بتقول من خمسين سنة انت بجيب العيش ده من جد صاحب الفورن ده نحن هو برضو ويرس هو ويرس لاني ما حدش عارف بعمله اللي هو يعني بقى لكم خمسين سنة او ستين سنة بتجيبوا الرغيف ده من نفس المغبس بس مكتبو السنة دي بعد زمان بقى ما كان في كده كان قدد اربع مرات وكان بسار ست العلمك ده حلوته في صغره لا 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 اول كان رغيف كانوا بعمله اربع مرات قدد اربع مرات بالزبط كان فيه 120 جرام زمان وكان بسار كان رغيف بيتقطع على ثلاثة زمان والزحمة دي كل يوم؟ لا عشان النهار ده حضرتك ده الخميس ممكن الخميس وجوه معه انما السوق النايم من ساعة كورونا كده فان التزحم ده بتاع اخطتو حد واتنين اه 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 ما زاربتش توصل للبيت؟ لا ليه؟ اه لاني يعني اه اه لانت قويتش لو بردي بقى وحش؟ اه 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 انا لما ييجي زبون بيقول لان اعقده وسافر بعد زحم انا كنت هاخده وسافر دلوقت انا كنت هاخده وسافر دلوقت فويل بقى وعن احتفاصلك به ما هحطملك جوزي عايز اندفتش لا لا هحطملك فكارتونة فانا هنعملك كده برضه هنحط لك في كرطن وعملالك كده فلا فعلا المكان ده نعمة ربنا علي اشتغل انه قفل الطعم ده هنا بس في مكان تاني معا انا عبي بس انا هتديه بقى الحد بقى اشان انا اداية مش بس انا مع ان انا انا عامل اداية بدي طول وطول اشتركوا في القناة 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 وانت غيبت المحل ما يمشيش صح؟ لا يمشي المحل بس بحضر الحاجة ابلي ما امشي بس انا بنحضر الحاجة ابلي ما بنمشي يعني انا عارف نفسي ان انا مثلا من مسافر راحي ومن ثلاثة بجيب العطارة والطوم والحاجة بس تلمها وبعدين نسافر انما ما نجيش؟ لا ما ينفعش ما ينفعش افتح فروعة تانية ليه بانا راجل مادي مش حكاية ضمير وصومعة وقسم ليه ما تفتحش فروعة تانية؟ يعني توسع حضرتك هينفع حضرتك تبقى في قناوين؟ هم اللي مش راضين مش لا وهي بصي اقول لحضرتك زهر بالين كده اهو كده الكلام وبعدين انا لازم اكون موجود اقول لحضرتك على حاجة الشغل انا بتكلم بكل صراحة بكل وضوح انا لو مش موجود الشغل يختل يختلع 30% صح لحقيقة الناس اللي بتجيب حاجات الفران بتاع الفلفل واللمون اه الكلام ده كله لازم ناس تلموا فما ينفعش ابدع في روح تانية اهو النجاح هتلينا كده المحل اه بص يا حضرتك هو كان المحل ده الاول من 30 سنة الصغير ده وبعدين خدت اللي جانبه وبعدين اللي جانبه وبعدين اللي جانبه وكانوا محل سر الحاجة الوحده فن يعني اللي فاتحين بتاعب كيب ده بيجيب كمون طب هو يعرف ده كمون ايه شطا يعرف شطا نفرق بقى طبعا يعني انت ورينه هو ده المحل الاول الصغير نصب وضبه من السنة اللي فاتت انما هو بقى كان ده كان الصغير ده الاول ده من اول محل من سنة التسعين وبعدين خدت اللي جنبه وبعدين اللي جنبه وبعدين خدت ده وبعدين خدت ده كده يعني ما كون عندي الاية واتبه لمحل واحد بدل الاية تبقى اثنين تبقى تلاتة تبقى اربعة احسن ما نفتح فروق تانية وكله يسقط وما نعرفش اشتغل هو واحد انت قانوة ما انفقى ما هو ده كنزي كمان من ربنا يعني انت مبداعتش حتى في اسكندرية في خطة تانية عاوزي اقول لك عايزين انا بالفلوس انا ما رضيتش خايف ان اسمك يطلط يعني طبعا الزنب نسقط يا بقى في رقابتي اللي هياخد صندوقتش ومش هيكله عايبقى زنبه في رقابتي انا اللي هياخد صندوقتش ومش هيكله زنبه في رقابتي انما لو عايز فلوس انا والعلم حضرتك بتعرض علي فلوس رهيبة ارقام مشان نسيب الاسم لهم واني من رفع المفرق فيها ما بينهم بس في حاجة انا عاوز اقولها للا 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 الاحترامي للمسؤولين المفضوع ده يعني العلامة التجارية والاسم التجاري اللي بيتسرق من الناس يكون ليه اجراءات سريعة شوية عن كده انا بقى لي سنين وبعد انك ده مشانا مشانا انت عارف انه هو لو زود حرفه ولا رقم ما بيبقاش هو اقدام فيه الفلاح لا اقدام فيه اسم الفلاح وبيبيع نفس نفس المون يبقى لا ما ينفعش بصي اقول لحضرتك الناس كلها غلابة انا لا ببيع حاجة ساعة بالفلوس الغالية ولا باخد خدمة اللقاء باربعة جني قاعد باربعة جني واقف باربعة جني ماشي باربعة جني ولا ببيع ساعة ولا ببيع اي حاجة اللي عايز مية معدنية يتفضل هو يجيبها بيغالية برخيصة الناس تشتغلوا ترزا المكان الوحيد قلية اسمه الحمد لله تم نجيب الحاجة دي ودول يكلوا منين لا بس انت يعني الربح القلية تمام معاك بركة ما انو نكسب كتير وما فيش بركة بركة اهم حاجة او اكبر مش كل حد بيفهم موضوع البركة لا ده كل عص فلوس محنا في عصر عاية اذا كان الكاتب اسمي ده يعني قعد معايا وقال لي ممكن طب وما بتخافش بقى ان حد من اللي بيشتغلوا معاك ده يروح يشتغل في حتى تانية وياخد سر الصنعة وسر الخلطة طب بلها انا موجود اما اللي مش عظفت اروح في التانية ليه اشتغل بتعمل محدش انا ولا بوحصة نيعي من اللي عندي ولا من اللي برا ولا من اللي جوه يعجب انا مش بتبيع لحمة حمير هو فيه اصلا هو فيه اصلا لحمة ما فيش الكلام ده وهو لو فيه الكلام ده كانت الدورة ثابتني وهو فين اصلا اه طبعا وهم عشان الناس بتستغرب الحقديين بقى يعني بصي عقول لي حضرتك على حاجة اي مناء دم ناجح في اي حاجة لازم اطلع له اعداد فالنجاح لازم كل ضريبة اه فالحفظ لله انا بشكرك وربنا يمفاقك يا رب نورتيني وشعر ربنا انا العزيبا حشان تكتير انا اخليك انا اخذره تكتير انا اخليك